السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باستفادة من الفيديو بتاعنا النهاردة ومبدئيا اللي احنا نقصده بقواعد الشطرانج مش قواعد التحريك الاساسية زي ان الخصان مثلا بيتحرك على شكل حرف L او ان الطبيع بتمشي في خط مستقيم او ان الفيل بيتحرك في الوتر دايما ولكن المقصود بالقواعد الشطرانجية هي المبادئ الاساسية اللي انت لو طبقتها خلال الضور بتاعك فانت بكل تأكيد بتوصل الوضع افضلية وكذلك بتساعدك انك تستغل الافضلية بتاعتك وهنتدرج في الفيديو بتاعنا النهاردة من البسيط حتى المستوى المتقدم وهنحاول نعرف المنطق وراء كل قاعدة وازاي ان القواعد البسيطة ممكن تأدي بيك لفهم القواعد المعقدة بل وحتى فهم الشطرانج ككل القاعدة رقم واحد معنا دايما حاول تسيطر على منتصف الرؤعة من بداية الافتتاع والمقصود بمنتصف الرؤعة هي المربعات الرئيسية E5 و E4 و D5 و D4 ومن ثم يضاف اليهم F5 و F4 و C5 و C4 ومثال جيد للسيطرة على منتصف الرؤعة هيكون من اللاعب الابيض بعكس اللاعب الاسود اللي بيتجاهل السيطرة على منتصف الرؤعة من بداية الدور بعد بيدق في E4 و بيدق في E5 خصان في F3 بيدق في H5 و بيدق في D4 خصان في E6 خصان في C3 و خصان في H6 هنا الابيض بيطبق القعدة وبتكون كل قطعه موجهة في منتصف الرؤعة في حين ان الاسود بيتجاهل القعدة تماما و بيسيطر على مربعات جنابية بدون اي نفع في الدور حاليا على حفة الرؤعة و الوضع ده افضلية للابيض لان اللي بيسيطر على منتصف الرؤعة دايما بيكون عنده اريحية انه ينتقل من جناح الملك لجناح الوزير او جناح الوزير لجناح الملك بسهولة تامة بعكس اللاعب اللي بتكون كل قطعه حفة الرؤعة و بياخد منه الانتقال من جناح لجناح وقت كبير جدا تاني قعدة معانا وهي من قواعد الافتتاح ايضا لازم تسرع بنشر قطعك فاسرع وقت ممكن ومثال جيد على اهمية نشر القطع زي المثال الموضح معانا الاسود فعلا بيطبق القعدة الاولى و بيسيطر على منتصف الرؤعة لكن بالبيادئ بتاعته في حين انه هو بيتجاهل نشر قطعه تماما من بداية الافتتاح بعكس اللاعب الابيض اللي كذلك بيسيطر على منتصف الرؤعة ولكن بمشاركة قطعه ومش بالبيادئ فقط وده فعلا موقف من دور خاصة قبل كده والدور بينتهي بطبيعة الحال كما هو متوقع هو فوز اللاعب الابيض اللي كان نشوط قطعه اكتر في نهاية الدور وبينجح انه هيستغل افضليته بالفعل القعدة رقم 3 معانا هي ان الاحصنة دايما لازم تصبق الافيات والمعنى من الكلام ده انك لو مخير انك تحرك الحصان بتاعك او انك تحرك الفيل في اغلب الاحيان لازم تختار تحريك الحصان وليس تحريك الفيل بتاعك والمنطق وراء القعدة دي ان الحصان بيحتاج اكتر من نقلة غالبا عشان يوصل لمعسكر الخصم في حين ان الفيل ممكن بحركة واحدة بس يوصل لمعسكر الخصم بتاعك علشان كده بيفضل دايما انك تحرك حصانك قبل تحريك الافيات القعدة رقم 4 معانا لا تحرك نفس القطعة اكتر من مرة خلال الافتتاح واشهر مثال مطلقا على القعدة دي في الشطران هو الدور الخالد واول دور نزلنا على قناة ما بين بوب فيشر وجراند ماستر امريكي دونالد بيرن هنا دونالد بيرن فعليا حرك الفيل بتاعه مرة واحدة خلال الافتتاح وكانت غلطته الوحيدة خلال الدور انه بيحرك فيله للمرة التانية خلال الافتتاح وبيكمل بفيل ومربع جي خمس وده اكبر مثال يوضح لك انك لازم ما تحركش القطعة اكتر من مرتين في الافتتاح لان هنا بوب فيشر على طول بيعاقب دونالد بيرن بنقلته الخالدة وهي احصان في مربع الاتشار ومشانتكلم كتير عن الوضع ده لان ده فعليا اول دور احنا نزلنا على القناة هنا وهو خير مثال على القعدة رقم 4 معانا لا تحرك القطعة اكتر من مرة خلال الافتتاح القعدة رقم 5 معانا ما تطلعش بالوزير بتاعك بدر من بداية الدور والمنطق وراء القعدة دي ان الوزير هو هو اهم قطعة عندك ولو طلعت بيها في بداية الدور فالخص ما ممكن يقود عليك انتشار في حين انك بتتخلق عن نشرة باقية قطعك وبتكسر واحدة من قواعد الشطرانج اللي احنا قلناها قبل كده واشهر مثال على كده يا خطة نابليون الشهيرة بعد بدأ في الـ E4 وبدأ في الـ E5 وفير في الـ C4 والاسود بيكمل بقواعد الشطرانج بحصان في الـ C6 وبدأ ما الابيض هنا يكمل بقواعد الشطرانج بيكمل بوزير في الـ H5 طالب كش مات لكن هنا الاسود بيبدأ يكسب التمبو بتاعه بعد بيدأ في الـ G6 وزير في الـ F3 لكن بعد حصان في الـ F6 والابيض بيصمم مرة تانية بوزير في الـ B3 بعدما الاسود هنا بيحمل بيدأ والابيض خلاص هجومه بينتهي بيلاقي نفسه في وضع اسوأ ومضطر ان هو يحمي بيدأ الـ E4 بحصان في الـ C3 لكن بعد حصان في الـ D4 طالب الوزير وكذلك طالب بيدأ الـ C2 قل لي مو في الابيض هنا وزير في الـ E4 لكن بعد بيدأ في الـ C6 طالب بيدأ في الـ B5 ومن بعدها بيدأ الـ C2 بيقع بشوكة للملك والرخ والابيض فعليا ممكن يستسلم في الوضع ده لذلك القاعدة رقم 5 معنا بتقولك ما تطلعش بالوزير بتاعك بادري جلال الافتتاع وقعدة رقم 6 معنا وهي اخر قواعد الافتتاح معنا وهي انك دايما لازم تحاول تبايت قبل النقل 10 في الدور بتاعك ودي واحدة من القواعد اللي الامثال عليها لا تعد ولا تخصى ولكن مش هنعرض مثال في الحالة ديت ولكن حابب اوريك احصائية اتعاملت على اكتر من 2 مليون دور موجودين في الـ Database اللي بتوريك فيها اولا نسبة التبيت في جناح الملك ونسبة التبيت في جناح الوزير ونسبة عدم التبيت خلال الدور اللي بنلاقي فيها ان خوالي 70 ألف من اللي 2 مليون بنسبة 3 و 4 من 10 في المية فقط هما اللي مختاروش ان هما يبيتو والنسبة دي بتقل اكتر لما بنلاقي ان خوالي فقط 1 و 2 من 10 في المية هما اللي مبيتوش وكلهم حق التبيت يعني مخسروش حق التبيت خلال المباراة وطبعا نسبة مرعبة بتوريك اد ايه اهمية التبيت خلال النطش بتاعك افتكر دايما لازم تسرع في التبيت بتاعك بعد ما لا يقل عن 10 نقلات من بداية الافتتاح وبكده نكون خلصنا اهم قواعد الافتتاح وهنبدأ في المرحلة التانية من الفيديو وهي اهم قواعد وسط الدور والقعدة رقم 7 معنا وابسط قواعد وسط الدور ما تقصرش فيه الفخصان في وضع لا يستدعي من بداية الدور لان بعد ما بننتهي من مرحلة الافتتاح بيكون فيه اشكال كتير الفيل فيها رابط الخصان وبنلاقي ان احد اللاعبين بيقوم بتكسير في الفخصان فورا بمنطلق ان الفيل بيساوي ماديا نفس قيمة الخصان لكن الفكرة دي غالط تماما لان لو تفتكروا من القعدة السابقة الاخصنة يجب تحريكها قبل الافيال فانت بكده بتقصر قطعة مداها كبير من مداية الدور بقطعة مداها قصير من بداية الدور وده فورا بيدي افضلية لللاعب الخاص ده غير ان هو بيطور قطعة من قطعة وبيكسب انتشارك لذلك فتكر دايما ما تقصرش فيه الفخصان من بداية الدور الا لو كنت مضطلق القعدة رقم 8 من قواعد وسط الدور لازم تربط القلاعة مع بعض بمرحلة وسط الدور وهنا بالفعل الافيض معان نقلة وبيطبق القعدة معانا بنقلة وزير في مربع الـ A2 وكذلك بالمست اللي اسود بيطبق القعدة هو كمان وبيكمل بنقلة وزير في مربع الـ A2 وبعد النقلتين دول بس نقدر نقول ان كلا اللاعبين خلصوا الانتشار بتاعهم وبتبدأ مرحلة جديدة من الدور وهي البحث عن افضلية لذلك تذكر معانا دايما ان الارخاك لازم تكون متصلة مع بعضها قبل ما تبدأ تحاول انك تضغط على افضلية القعدة رقم 9 معانا وهي قعدة شاملة ممكن نشوفها في اي مرحلة من مراحل الدور ما تقفلش قدام اي قطعة من قطعك الخاصة خلال اي مرحلة من مراحل الدور ومثال جيد على كده ومرحلة الافتتاح مثلا هنا الابيض بدل ما بيلعب نقلة حصان في السي 3 بيكمل بنقلة سيئة وهي حصان في مربع الـ D2 والنقلة دي بالفعل بتسيطر على المنتصف لكنها بتيجي بسلبية اخطر وهي ان بتقفل قدام فين المربعات السودة ولذلك الابيض بيضطر ان هو يخرق قعدة تانية من قواعد الشطرانج وهي تحريك القطعة اكتر من مرة جلال الافتتاح ومثال تاني لعله اكتر شهرة وخطأ شائع اكتر حتى مستويات كبيرة بيغلطوا نفس الغلطة وده يمكن اشهر وضع في الدفاع السقلي اللي بيكون الاسود بيحارف فيه على زقة الـ D5 وهنا الابيض بيعمل غلطة مشهورة دايما وهي نقلة الخصان ومربع الـ D5 النقلة دي نقلة سيئة لان بعد فيل فخصان هنا الابيض بيضطر ياكل ببيدأ في فيل وبيقفل قدام الارخاخ بتاعته ببيدأ الـ D5 وهجومه على ببيدأ الضعيف بالـ D6 بينتهي ووضع الاسود بيرتح بعدها بنسبة كبيرة فافتكر دايما ما تقفلش قدام القطعة بتاعتك بأي شكل من الاشكال القعدة رقم 10 معنا واللي بتنص على ان القلاع يجب ان تكون على الاعمدة المفتوحة والاعمدة الشبه المفتوح والعمود المفتوح هو العمود اللي ما بيكونش فيه اي بيادق سواء من الخصمة او بيادق خاصة ليك والعمود الشبه المفتوح هو العمود اللي بيكون فيه بيادق واحد فقط للخصمة المباشر ليك وفي المثال الحي اللي معنا ده هو برضه من اشهر اوضاع الدفاع السقلي اللي بيكون فيه عمودين شبه مفتوحين هو عمود الـ D بالنسبة لللاعب الابيض وده عمود شبه مفتوح بيكون ضارب في بيادق الـ D6 وبالنسبة لللاعب الاسود بيكون عمود الـ C هو العمود الشبه المفتوح وبيكون ضارب في بيادق الـ C2 لذلك الاسود في الوضع ده بيحاول يجيب القلاع بتاعته في عمود السي سواء رخ الف او رخ الا بل وحتى في بعض الاحيان كلا اللاعبين بيزوجوا الارخاخ بتاعتهم وده بياخدنا للقاعدة رقم 11 معانا بتقول انك لازم تزوج القلاع بتاعتك سواء في العمود المفتوح او العمود الشبه مفتوح والمثال اللي معانا بغض النظر على التعقيد اللي فيه بيوريك قد ايه اهمية ان تكون الارخاخ مزوجة في الاعمدة الشبه مفتوحة لان بالنسبة لللاعب الابيض هنا زوجة الارخاخ منعة تماما زاقة البيدأ في مربع D5 وتحرير الوزير وكذلك ربط الخصام في مربع سلبي جدا هو مربع الايه 8 عشان يظل حامل بيتا لحين ان زوجة القلاع عند اللاعب الاسود عاملة ضغط على جناح الملك وكذلك مهدت زاقة البيدأ في مربع الايه 3 ويبدأ هجوم على جناح الملك وده بيوريك قوة القلاع وهي مزوجة مع بعض لذلك تذكر دايما عاول تزوج الارخاخ بتاعتك على الاعمدة المفتوحة والاعمدة الشبه مفتوحة وده بياخدنا مرة تانية للقعدة رقم 12 معانا ولا يزال حديثنا على القلاع مستمر وهي من القلاع بتنتمي دائما للصف السابع وده خير المثال على القعدة اللي معانا ان احنا خلاص مسيكنا الاعمدة المفتوحة فبنطبق القعدة رقم 12 وهي استغلال الصف السابع مباشرة بالنقلة الفائزة وهي رخ في مربع الايه 3 وده اقوى ما كان يعتبر للقلعة وطلبين بيتا السي 7 لذلك الاسود هنا ما عندوش غير نقلة وحيدة وهي رخ في مربع السي 8 لكن بنطبق القعدة التانية وهي ازواج القلاع بعد نقلة الرخ التانية برخف مربع الديسة وبيدأ الف 7 مطلوب ومن بعده بيدأ السي 7 وما فيش طريقة الاسود يقدر يحمي فيها لذلك بعد ما بيحمل بيدأ الاهم هنا برخف الف 5 الابيض بيبوس ببيدأ مهم ومن بعده بيدأ جناح الوزير بتقع بعدها لذلك تذكر دائما اقوى ما كان للقلعة اطلاقا هو ازواج الارخاخ في الصف السابع وده بسبب حاجتين ان اغلب البيادئ بتكون في الصف السابع عند الخصف ووجود الارخاخ في الصف السابع بتمنع الملك ان هو يخشه في الضور اطلاقا لذلك زوجة الارخاخ في الصف السابع بتدي افضلية مكسب مباشرة لذلك حاول دائما انك تزوج الارخاخ بتاعتك في الصف السابع القعدة رقم 13 معنا الافيال افضل في الاوضاع المفتوحة بعكس الاحصنة اللي بتكون افضل في الاوضاع المغلق وده مثال على وضع مفتوح الافيال في الوضع ده مش بس مسك الرؤعة كلها ولكن ايضا مسك مربعات تقدم الاحصنة والوضع افضلية كبيرة بالنسبة للعب الابيض ومعنا مثال تاني الوضع مغلق في الوضع ده الاحصنة افضل بكتير من الافيال والاسود معاه افضلية مباشرة والابيض ما عندوش اي طريقة يقدر يدخل بها افياله في الضور خاصة في المربعات البيضة اللي البيضة بتاعته افلى قدامه في حين ان فيه للمربعات السودة بدون اي هدف تقريبا وما فيش قدامه طريق يقدر يختارك به بعكس اللاعب الاسود اللي الاحصنة بتاعته عندها اكتر من مربع مفتاحي زي مربع ده اربعة ومربع الاتش اربعة وممكن في بعض المواقف فضحية الخصن في مربع اي اربعة بتقدر الفوس بالدور لذلك الاسود هنا هو اللي بيلعب على المكسب وهو اللي معاه افضلية مباشرة واللي نقدر نخرج به من القعدة ان لو الوضع مغلق حاول قدر الامكان انك تقسر الفيل بتاعك اصاد الخصان بعكس لو الوضع مفتوح فحاول تقسر الخصان بتاعك اصاد فيل الخصب والقعدة رقم 14 معانا وانت افضل ماديا حاول تقسر قطع وتجنب تكسير البياد ومسال على القعدة ديه هو الوضع اللي معانا ده الابيض هنا افضل ماديا ومعاه بيدق زيادة في الاف تلاتة وبيلعب نقل ترخه في مربع ال اي واحد والاسود جاهل بالقعدة وبيكمل بنقل ترخه في مربع ال اي تماني والابيض هنا بيدون اي تفكير بيطبق القعدة وبيقسر قطع مدام هو افضل ماديا وبعد التكسير في الوضع ده الابيض بيفوز بدور سهل بعدها عن طريق انه يعمل بيدق سالك في جناح الملك بعد بيدق في الاف اربعة وبيدق في جي خمسة وبيكون عند وقت اكتر من كافي انه ياكل بيادق جناح الوزير والقعدة دي يمكن تطبيقها في وجود اكتر من قطعة مش قطعة واحدة فقط فلازم دايما وانت افضل ماديا تحاول تقسر قطع وتجنب تكسير البياد قدر المستطاع والقعدة اللي فاتت بتاخدنا للقعدة رقم خمستاشر معانا وهي عكس القعدة السابقة لو انت متخلف ماديا فحاول تقسر بيادق وتجنب تكسير القطع لذلك بعد رخف ال اي واحد هنا النقل اللي بتضمن تعادل للعب الاسود هو ان يحافظ على وجود الانخاخ على الرؤى بنقلة زي رخف السي ثلاثة والابيض بيكمل برخف ال اي ثلاثة عايز يقسر ويخش في نهاية دور فائزة الاسود بيطبق القعدة للمرة التانية وبيرفض التكسير برخف السي ثانين وبعد رخف ال اي ثانين رخف السي واحد طالب رخف ال بي واحد لذلك الابيض مضطر يحمي عن البيدق برخف ال اي اربعة لكن بعد رخف ال اي واحد الاسود هنا بيجبر تكسير البياد اكباريا والابيض مضطر يكمل بيبيدق في البي خامسة لكن بعد بيديق في بيديق وبيدق في بيديق البي خامسة مرة تانية الاسود هنا بينجح انه يخفف الضغط في جناح الوزير وبعد رخف ال بي واحد الوضع بيكون تعادل صرف بعدها لان الابيض مضطر يحمي البيدق بتاعه في حين ان ملك اللعب الاسود بيكون ماسك مربعات الترقية والوضع بيكون تعادل النظر يسهل بعدها لذلك تذكر دائما القاعدتين المشهورتين لو انت افضل ماديا هنقصر قطع ونتجنب تكسير البياد ولو متخلف ماديا هنقصر بياد ونتجنب تكسير القطع القاعدة رقم 16 معانا عاول دائما انك تقصر قطعك السلبية وصاد قطع الخصم الجاهدة وخير من يسال على القاعدة هو الوضع اللي معانا ده هنا الابيض عنده فيه لسيء مالوش مجال للخروج ابدا وما فيش حرية للحرقة ليه في ظل وجود بياده على المربعات السودة في حين ان اللاعب الاسود عنده فيل جيد في ظل وجود بياده على المربعات البيضة فبالتالي نقدر نقول هنا ان فيل المربعات السودة عند اللاعب الابيض هو فيل سيء في حين ان فيل المربعات السودة عند اللاعب الاسود هو فيل قوي لذلك القاعدة على طول بتقولك ناول تقصر فيلك الضعيف وصاد الفيل القوي عند الخصف لذلك النقلة الوحيدة هنا اللي بتد أفضلية لللاعب الأبيض هي فيلف مربع البيه 4 والنقلة دي بتجبر تكسير الأفيال لأن الفيل مربوط مع الراخ وبتد أفضلية مباشرة بالنسبة لللاعب الأبيض بيظل وجود الأرخاخ مزوجة على العمود المفتوح في فيل السي القاعدة رقم 17 اللي هتكون عكس القاعدة اللي فاتت إن لو عندك قطعة قوية لازم ما تقصرهاش قصاد قطعة الخصم الضعيفة وميسال على القطعة القوية في الوضع اللي معنا ده هو حصان الـ E5 وميسال على القطعة الضعيفة هو فيلت D7 اللي تقريبا بدون أي مربعات للحركة وأسوأ نقلة ممكن اللاعب الأبيض هنا يعملها هي أكلة حصان في فيلت D7 ويرجع الوضع متعادل مرة تاني لذلك تذكر أول تكسير قطعك الضعيفة وتجنب تكسير قطعك القوية طول الضعيفة والقاعدة اللي فاتت بتاخدنا للقاعدة رقم 18 معانا يفضل دائما الأخذ بالبادئ ناحية منتصف الرؤى وميسال على القاعدة دي الوضع اللي معانا ده هنا الاسود بيكمل بحصان في فيل الـ B3 والقاعدة هنا بتقولك متاخدش ببادئ C2 لأنك بتاخد بعيد عن منتصف الرؤى والنقلة الأفضل دايما إنك بتاكل تجاه منتصف الرؤى بعد بيدئ الـ A في الـ B3 وبعد ما الاسود بيقرر للمرة التانية بحصان في فيلت G3 القاعدة هنا بتقولك للمرة التانية تاكل ببيدئ الـ H والأخذ تجاه المنتصف بيساعدك في نهاية الدور إنك تخافز على سلسلة بيادئ منتصلة لو لاحظت معانا إن بعد التكسيرات دي كلها الأبيض لسا مخافز على بيادئ متصلة حتى الآن وده الهدف من الأخذ دايما من ناحية المنتصف وده بياخدنا للقاعدة رقم 19 معانا القاعدة رقم 19 تجنب إنك تخش في نهاية الدور وإنت عندك بيدئ معزول وأشهر بيدئ معزول في الشطرنجة كله هو بيدئ جنبيت الوزير اللي الأبيض بيحاول يدفعه ومربع دي خمسة لكن الأبيض لو فشل في خطته دي أثناء مرحلة وسط الدور فهو بيخش في نهاية الدور أسوأ نسبيا بعد ملك في مربع الـ E2 وملك في الـ E7 ملك في الـ E3 وبعد ملك في الـ D6 زقت البيدئ في الـ D5 بتكون ممنوعة تماما والملك الأبيض بيضطر إنه يحمي عن البيدئ وبيلعب دور دفاعي وده أشهر وأبسط وضع للبيدئ المعزولة في أوضاع معقدة أكتر لو في أكتر من بيدئ معزول وقتها بتكون الأفضلية أكتر للخص والملك ما بيقدرش يحمي الإضعافين مع بعض لذلك تذكر دائما تجنب إنك تخش نهاية الدور بأكتر من بيدئ معزول القعدة رقم 20 أول تحط قطعك دائما في الـ Optimum Square بتاحها أو في المربع الكامل بتاحها فأكتر مربع ممكن تكون مسيطرة فيها على الرؤى ومثال جيد على ذلك لعب القطع البيضة معانا والمثال السيء على ذلك هو لعب القطع السودة لأن أولا هنا بالنسبة للأحصنة فهي بتكون في أفضل مكان لها كل مكانة في منتصف الرؤى وبتكون أسوأ على حفة الرؤى أحصان مثلا زي أحصان الـ E5 هللاقيه مسيطرة على 8 مربعات كاملة وكذلك بالمثل حصان السيء 3 فهو مسيطرة على 8 مربعات كاملة بعكس الحصان اللي بيكون على حفة الرؤى فهو فقط مسيطرة على 4 مربعات وبالمثل كذلك حصان الـ E6 اللي ماسك مربعات مش مهمة وبدون أي فائدة حاليا أما بالنسبة للوزير المكان المميز بالنسبة له دايما هو في الصف الثالث قريب من المنتصف أو في الصف السادس بالنسبة لللاعب الأسود وكل ما وصلنا لنهاية الدور أكتر بيكون أفضل للوزير إن هو يطلع صف زيادة في الدور لذلك تذكر دائما إن الوزير بينتمل منتصف الرؤى لأنه منها بيكون مسيطرة على أكبر عدد ممكن من المربعات بعكس وزير اللعب الأسود الوضع اللي معانا ده وبالنسبة للإرخاخ فإحنا خلاص اتفقنا لأنها بتنتمي للأعمودة المفتوحة وشبه المفتوحة والأبيض هنا بيمهد لزائة الإي 4 لذلك ده فعليا أفضل مكان تحط في القلاعة معانا والأفيال دائما أفضل وطر لها هو أكيد أكبر وطر في الرؤى من مربع الجي 2 أو حتى مربع البي 2 لذلك في وسط الدور قاول دائما تخلي القطع بتاعتك فأفضل وضع ممكن لها القاعدة رقم 21 دائما حاول تحسب النقلات الإجبارية أولا والمقصود بالنقلات الإجبارية هي نقلات الكش أو نقلات التكسير وفي الوضع ده في نقلتين إجباريتين معانا أول نقلة هي كشة الفيلم المربع لـ H7 والنقلة الإجبارية التانية هي نقلة التكسير وهي تكسير الرخ أخصان البيسل لذلك قبل ما تحسب أي نقلة تانية لازم تحسب النقلتين دول وبعد ما نحسب النقلة الإجبارية الأولى كشة الفيلم المربع لـ H7 هنلاقيها فعلا نقلة جيدة بعد فيل في بيدعي لـ H7 مالك في فيل لـ H7 كشة الخصان من G5 وبعد مالك في مربع G8 النقلة المشهورة وزير في الـ H5 بتجبر اللعب الأسود إنه يضحب الوزير بتاعه والوضع بيكون مكسب لذلك تذكر دائما تحسب النقلات الإجبارية أولا وهي نقلات الكش ومن بعدها نقلات التكسير القعدة رقم 22 البيادئ لا تعود مجددا للخلف مرأه والقعدة ديت ممكن تكون قعدة بداية ما فيش من وراها هدف لكن المقصود من الكلام ده إنك لازم تفكر أكتر من مرة قبل ما تعمل أي حرقة بالبيادئ بتاعتك لأن أي حرقة بيادئ عندك بتكسم مربعات وبتتخلف المقابل عن مربعات تانية ومثال على ذلك نقلت الأبيض السيئة هنا وهي بيهدأ في مربع G3 والنقلة دي أكيد بينطبق عليها القعدة لأن الأسود هنا بعاقب اللاعب الأبيض بنقلت فيه ومربع الـ H3 وزاقت البيادئ في G3 عملت إضعافات في المربعات البيضة وتكلت عن حماية المربعات البيضة لذلك قبل ما تحرق أي بيادئ عندك لازم تعرف الإضعافات اللي بيخلفها وراه وهل يستحق الدفع ولا لا القعدة رقم 23 وبالفعل أفضل نقلة على الإنجين هنا هي نقلة اللي أكيد جبتها وهي زاقت البيدأ في مربع الـ E4 والوضع بيتفتح في منتصف الرؤى وأقل شيء ممكن أن الأبيض بيكسر قطع وبيستغل تقدم بيادئ اللاعب الأسود أكثر من اللازم وممكن في سيناريو آخر لما تكون كل قطع اللاعب الخاص موجهة في اتجاه جناح واحد بيكون عندك وقتها فرصة أنك تنقل هجومك في الجناح الآخر فأسرع وقت ممكن فقط عن طريق ضرب المنتصف لذلك تذكر دائما مع وجود أي هجوم على حفة الرؤى بادر دائما بضرب منتصف الرؤى والقاعدة الأخيرة معنا من قواعد منتصف الدور دائما لازم تفترض أن نقلة الخصم القادمة هتكون أفضل نقلة ممكن وبمعنى آخر ما تلعبش الشطرانج مبني على الأمل عن طريق مثلا أنك تعمل فخل للخصم بتاعه زي المثال اللي ذكرناه في بداية الفيديو وهو أنك تطلع بالوزير بتاعك في الوضع اللي زي ده بوزير في مربع الـ H5 على أمل أن الخصم في الوضع ده يلعب نقلة سيئة بخصان في مربع الـ F6 مثلا وما ياخدش بانه من ماد في نقلة واحدة ده بيسموش طرانج مبني على الأمل ودايما لازم ما تلعبش نقلات زي كده لأنه لازم تفترض دائما أن الخصم يلعب أفضل نقلة وهي بدأ في الـ G6 وبعدها عارفين إلا بيحصل بعدها بنسبة كبيرة بتخسر الدور لذلك أخر نصيحة معنا في مرحلة وسط الدور توقع دائما أن نقلة خصمك القادمة هتكون أفضل نقلة وهنبدأ في قواعد نهاية الدور القاعدة رقم 25 إحضار الملك ومنتصف الرؤى في مرحلة نهاية الدور ومثالة على ذلك في الوضع اللي معنا ده الأبيض هنا بيطبق القاعدة وبيجي بالملك بتاعه ومنتصف الرؤى في حين أن الأسود بلعب نقلات سلبية والأبيض لا يازال بيطبق القاعدة لحد ما في النهاية ملك اللاعب الأبيض بيكون أقرب للبيادة وبيقدر يفوز بها وبيفوز بالدور بالرغم من أن الدور كان دور تعادلي لذلك طبعا هنا النقلة البداية بينزول الملك في الـ F7 وكل اللاعبين بيوصلوا المنتصف الرؤى وما فيش ملك بيقدر يخترق والدور بينتهي تعادل لذلك تذكر دائما في نهاية الدور لازم الملك يشارك في الدور القاعدة رقم 26 دائما أفضل مكان للقلاع خلف البيداء السالك والوضع اللي معنا ده هو مثال على ذلك الأسود هنا كان يقدر يلعب نقلة رخة في مربع G8 ويأمن فوزه بالدور ولكن عوض عن كده ما كانش يعرف القاعدة وبيحمل بيداء بطريقة مختلفة برخة في مربع D5 لكن الأبيض كان عارف القاعدة وبيجيب الرخة بتاعته خلف البيداء السالك والبيداء بيكون ممنوعا هو يتقدم والرخة بتظل مربوطة في حماية البيداء والدور من بعدها بيكون تعادل نظري سالك لذلك بدل نقلة رخة في مربع D5 الأسود هنا لو طبق القاعدة ويجيب الرخة بتاعته خلف البيداء السالك فبيقدر يأمن الفوز بعد ما بيسوق البيداء بنجاح والملك لازم يقترب عشان يمنع تقدم البيداء لكن وقتها الاسود بيفوز بالدور بعد كشة الرخة من F8 وملك في G2 والاسود بيفوز بالدور بعد كشة الرخة من F2 ملك في بيداء G3 وبيداء السي 2 بيقع بعدها والملك بيكون بعيد عن حماية جناح الملك والدور بيكون مكسب سهل بالنسبة لليها بالاسود لذلك تذكر دائما سواء كنت الطرف المدافع أو الطرف المهاجم فالقلاع دائما لازم تكون وراء البيداء السالك القاعدة رقم 27 معنا وجود بدائين متصلين دائما بيكونوا أفضل من القلعة لذلك النقلة الفائزة لللاعب الأبيض هنا وتحقيقا للقاعدة هي تطبيق القاعدة ولعب زاقة البيداء في D6 ويعمل بدائين متصلين في الصف السادس والقلعة حاليا ما تقدرش تمنع البدائين من الترقية فمثلا لو رخ هنا في مربع A6 البيداء بيسق في مربع C7 وبعد رخ في مربع C6 بيداء في D7 والدور بينتهي بعد رخ في C7 وترقية البيداء في D8 والإسود بيغسر الدور لذلك لازم دائما تعرف أن وجود بدائين متصلين في الصف السادس مع بعض دائما بيكونوا أفضل من القلعة ده طبعا في غياب حماية الملك لذلك دائما تذكر تخلي البيادئ بتاعتك متصلة مع بعضها في الصف السادس القاعدة رقم 28 دائما حاول تستهدف قاعدة البيادئ عند خصم والوضع اللي معنا ده هو خير المسال على ذلك قاعدة البيادئ عند الخصم هنا هو بيادئ البي 7 والفيل حاليا موجه نحية بيادئ السي 6 لذلك أفضل نقلة في الوضع ده هي أكيد فيل في مربع الـ H3 وطلبين فيل في مربع السي 8 وبنستهدف قاعدة البيادئ في مربع الـ B7 ومش شرط يكون فيل ممكن الوضع ده يكون معاك فيه قلعة بدل الفيل وهتكون استهداف قاعدة البيادئ هنا إما من الصف السابع أو من عمود الـ B لذلك دائما لازم توجه قطعة أثناء الهجوم نحية قاعدة البيادئ عند الخصم والقاعدة الأخيرة معنا من قواعد نهاية الدور دائما حاول تعمل بيادئ سالك بصطا لو عندك أفضلية بيادئ في أحد الأجنح والوضع اللي معنا ده هو أبسط مثال على ذلك والنقلة الفائزة هنا أكيد هي زاقة البيادئ في الـ B5 واللي بتكبر اللاعب الأسود على التكسير في الوضع ده لكن الأبيض بعدها بيعمل بيادئ سالك والأسود بيكون مضطر إنه يتجه النواق في البيادئ والأبيض في الوقت ده بيكون عند وقت أكتر من كافي إنه ياخد بيادئ جناح الملك وبيفوز بالدور بعده وده بنأبسط الأمثلة لكن فيه كذلك أمثلة مؤقتة أكتر زي المثال اللي معنا ده وده واحد من الأمثلة الشهيرة عن طريقة عمل البيادئ السالك لأن هنا الأبيض معاه نقلة بتفوز بالدور مباشرة عن طريق إنه يعمل بيادئ سالك لو حابب توقف الفيديو وتفكر في الطريقة قبل ما نستعرضها مع بعض لأن الأبيض هنا بيفوز بالدور بعد زائدة البيادئ ومربع البي سا سواء الاسود هنا أكل ببيدأ الA في الB6 فالأبيض بيعمل بيدأ سالك عن طريق ذاقة البيدأ ومربع الC6 وبعد النقلة الإجبارية اسكر الB في الC6 الأبيض بيدفع البيدأ بتاعه بنجاه بعد بيدأ في الA6 والأبيض بيفوز بالدور بعدها وأكيد طبعا لو الاسود هنا أكل ببيدأ الس في الB6 فإحنا المرات مش بنزوق ببيدأ الس ولكن بنكمل هنا ببيدأ في الA6 وبنحصل على بيدأ سالك بعدها والدور بينتهى لذلك تذكر دائما لازم تعمل بيدأسالك في الأوضاع الفائزة خاصة في الأوضاع اللي بتكون فيها أفضل ماديا وبكده نكون قلصنا أهم القواعد ومش نستفيد أكتر من كده خاصة في قواعد نهاية الدور لأننا إن شاء الله ممكن فيما بعد نتكلم عن نهاية الأدوار بشكل مستقل لكن لا يزال في قاعدة أخيرة ومهمة لازم تعرفها وهي أنك لازم تعرف إمتى تخرق القواعد دي بنفسه بمعنى أن مش دايما لازم في الافتتاح بتاعك تتاجه للسيطرة على منتصف الرؤى مباشرة بل بالعكس في افتتاحيات زي هندي الملك مثلا بيكون هدفها هو الهجوم على جناح الملك وكذلك في بعض الافتتاحيات بيتم تحريك الوزير من بداية الدور زي الدفاع الاسكندنابي بل وحتى في دفاع ألخين بيتم تحريك الخصان أكتر من مرة من خلال فترة الافتتاح لكن كل دي بتكون اختراقات للقاعدة معمولة بشكل مدروس ومعروف ازاي ترد عليها لذلك دايما بقول ان اللعب الجيد فقط هو اللي يعرف متى يقصر القاعدة وبكده يكون الفيديو النهاردة خلص أتمنى يكون الفيديو عجبك وكل عام وحضراتكم بخير وبمناسبة شهر رمضان الكريم وسلا